موسيقى وصعدتم أوقات المشاهدين أينما كنتم أهلا بكم إلى عدد هذا المساء من برنامج ملف خاص نخصصه للمشهد الحزبي في المعرب ورهان التخليق حيث يتجدد النقاش عند انعقاد مؤتمري لحزب من الأحزاب الأولى حول الإشكاليات المتحدة متعلقة بتخليق الحياة السياسية وحكامة التنظيمات وإذا كان الخلاف الداخلي للأحزاب يعد أمرا طبيعيا بل وظاهرة صحية إلا أن ننزيحه إلى تقاطبات مبنية على الصراعات الشخصية يثير انتقادات لدى الرأي العام كما يتجدد النقاش في الوقت نفسه حول مراجعة الآليات الداخلية للأحزاب وهياكلها تنظيمية لبلوغ مستوى معين من التخليق في صفوفها وإحداث آليات داخلية للرقابة من أجل محاربة الفساد متابعة لهذا الموضوع يسعدنا أن نصطديف الدكتور العباس الوردي أستاذ القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط أهلا وسهلا بك أهلا أختي إيمان وسعيد بتوجد معكم في القناة الرائعة عامي لأنتي سعدة باستضافتك على اليسار يسعدني أن أرحب بالأستاذ ميلود بالقاضي رئيس المرصد المهربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية أهلا وسهلا بك نعم أسر خير إيمان والترحيب أيضا موصول بضيفتنا عن بعض الدكتورة خديجة والغازي أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أهلا وسهلا بك سيدتي نسأل خير أستاذ إيمان نسأل خير بالأستاذ الكرام أهلا بكم جميعا ضيوفي الكرام سنتحدث عن مدونة الأخلاقيات المرتقبة في المؤسسة التشريعية وأيضا انعكاساتها المأمولة على الممارسة السياسية الحزبية والسياسية في بلادنا البداية ستكون معك أستاذ العباس الوردي مدونة الأخلاقيات هي ورش أولوي في أجندة الدورة البرلمانية الرابعية وقد مرت حوالي أربعة أشهر على التوجيه الملكي خلال الرسالة التي بعث بها عاهل البلاد إلى المشاركات والمشاركين في الندوة الوطنية المخلدة للذكرى الستين لإحداث البرلمان هذه المدونة هل تعتبرون بأن خروجها إلى حيز الوجود بالنظر إلى طابعها الاستعجالي قد تأخر كما يقول البعض أم أنه من الطبيعي أن تستغرق سياغتها سياغة مضامينها واعتمادها لاحقا أن يستغرق وقتا معينا شكرا لأختي إيمان ولي كذلك السنة دلالتها أو للإحتفالية دلالتها 60 سنة ليست بالأمر العين هي مرتبطة باستقلال المملكة المغربية وكذلك ببدأ مؤسسة تشريعية قادرة على تصريف مجموعة من البناء الدستورية من أجل بناء ورش دولة الحق والقانون والاستمرار في كذلك تأطير عبر مجموعة من البناء ذات الصبغة تشريعية بالدرجة الأولى لكن قبل ذلك نتحدث عن الأحزاب السياسية التي هي في أول وآخر المطاف هي الأساس الأول الذي تبنى على أساسهم مجموعة من التوجهات الكبرى في اختيار مجموعة من النخب التي تزكى من لدنها في إطار كذلك تقديمها للانتخابات الشريعية نتحدث عن الجانب الشريعية وبعد ذلك يمكننا أن نقرنه بالجانب الترابي وما إلى ذلك فهذه البروفيلات أو هؤلاء المرشحون من ممول فيهم أن يتحلوا بجموعة من الصفات الحميدة وكذلك الأخلاق العالية التي تؤثر من خلال الرسالة الملكية التي أكد فيها جلالة الملك محمد السادس حفظه الله على ضرورة تكريس منظام جديد عنوانه مدونة الأخلاقيات على مستوى الغرفة التشريعية بالتالي فبداية الأمر هي أولا من الأحزاب السياسية التي أعتقد على أنه حان الوقت طيب على مستوى التفاعل مع التوجيه الملكي مرت حوالي أربعة أشهر هل تعتبرون بأنه وقت طبيعي جدا بالنظر إلى قيمة الورش وأهمية هذا الورش ومن البديه أن يستغيق زمنا أم أن هناك تأخر في خروج هذه المدونة إلى حيث الوجود وفي الحقيقة التأخر من عدمه لا يمكن أن نقيمه على أساس دور الفاعل السياسي لأن الأمر مرتبط ببناء مجموعة من الآليات المواكبة لهذه المدونة هذه أولا وكذلك لرغبة الأحزاب السياسية وإرادتها في تنزيل هذا التوجه قولها لنا وتوجه ملكي سامي قادر على مواكبة الخطب ملكية السامية التي أكدت على محاربة الفساد والمفسدين وكذلك على مساءلة المواطن على حسن اختياره وعدم تعليق مجموعة من الأمور الفاشلة على ما كان قاله جلالة الملك غير مرة على القصر الملكي وبالتالي فعندما نتحدث عن هذه البنية فتأخر من عدمه يمكن أن نقرنه بطبيعة الحال المؤسسة بل الأمر مرتبط بإرادة الفاعل السياسي هذا الفاعل السياسي عندما تحدثته قبل قليل في إطار تقريبي بطبيعة الحال المشاهد الكريم من الرؤية الحزبي على أن هناك زعاماء من حزاب السياسي أصبحوا يتحدثون عن هذه البنية وأصبحوا يؤكدون من خلال مجموعة من المؤتمرات الحزبي على ضرورة بناء ميثاق أخلاقي من حزبي هذا كان المؤتمر الخامس للأصالة والمعاصرة وكذلك المؤتمر الثامن عشر الذي أكد فيه كذلك الأمير العام الذي بطبيعة الحال ضفر بولاية تانية نزار بركة على ضرورة إعطاء دينامية وكذلك بناء ميثاق أخلاقي بين حزبه هذه إشارة قوية من لدونه بطبيعة الحال الأمير العام لحزب الاستقلال وكذلك التالوت الذي يدبر بطبيعة الحال حزب العاصرة المعاصرة على أن المرحلة هي مرتبطة بالفاعل السياسي أولا هذا الفاعل السياسي الذي يجب أن يؤطر النقاش بين الأحزاب السياسي أولا التي يجب عليها أن توحد من رؤيتها من أجل بناء هذه المنظومة وقطع الطريق أمام الفساد والمفسدين لكي نرتقي آنذاك بمنظومة شريعية قادرة على بناء هذه البنية المؤسسية التي أعتقد على أن هناك إجماع ولكن هذا الإجماع يجب أن يكرس على أساس حزبي مؤسسي أولا تقبل من خلال جميع الأطياف الحزبية لأن هذه الإشارات ليست من الإشارات هي ندي أحزاب عارقة للمؤتمر الثامن عشر لحزب الاستقلال مؤتمر الخامس لحزب الأصار المعاصرة كذلك نبي طبعا الحلم جمع من أحزاب الأخرى التي تؤكد غير ممرة على أنها مستعدة لبناء هذه المنظومة ولكن القول شيء والفعل شيء آخر سنعود ربما للتفاعل حول الإجواء التي جار فيها المؤتمران وطبعا إلى أي حد أعطت هذه الإشارات نبقى في اعتبار هذه المدونة الأخلاقيات هي الورش ربما رقم واحد الموضوع على أجندة البرلمانيات والبرلمانيين خلال ما تبقى من زمن هذه الولاية والمكونات البرلمان بمجلسي هي منكبة على صياغة وإعداد هذه المدونة هل رشحت بعض المضامين وأنتم تتابعون طبعا هذا النقاش خاصة وأن الأمر يتعلق بنص دوطابع قانوني ملزم وهي إشارة مهمة ومهمة جدا نعم شكرا إيمان قبل حديث عن الرسالة الملكية وأيضا عن مدونة الأخلاق التي الآن يشتغل عليها البرلمان بمجلسه لابد أن نحدد مفهوم تخليق حياة العمل نحن في العلم السياسة دائما عندنا وحد الفوضى للمفاهيم وتداخل وقيم تسيب ماذا نقصد أولا تخليق الحياة السياسية هو مفهوم فلسفي قبل أن يتحول إلى علم السياسة ويرتبطوا بمفهوم القيام اليوم العالم أزمة العالم بكله هي أزمة القيام والأخلاق وكل نزاعات اللي وقعنا في العالم أصبحت مفهوم القيام مفهوم الأخلاق يفردوا نفسها المغرب ماشي دولة معزولة هي دولة تتفاعل مع العالم خصوصا برمد العلماء لحولة العالم إلى قرية اليوم هذا تخليق الحياة العالم ما شنون مقصود به هو تطبيع الأخلاق بالسياسة أو تقوية العلاقة الجادلية دياريكتر بين السياسة والأخلاق ولكن ليس بمفهومها الديني أو مفهومها الفلسفي بل الأخلاق بمفهومها السياسي كحق وواجب ربط المسؤولية بالمحاسبة الكفاءة الأخلاق تأهل الوطنية والمواطنة الالتزام وحب الوطن قبل حب الدات هذا هو الإطار العام الذي يمكن أن نضع فيه هذا التخليق الحياة السياسية المفهوم مفهوم موجود قولا ولكن الواقع يمكن أن نقول عبتا لماذا؟ لأننا في المغرب دائما الفكر السياسي أو النظريات السياسية أو المفهوم تتجي سابقة على العدنة واقع على الواقع لا يرتفع ولكن الحمد لله حينما أتت الرسالة الملكية وكانت الرسالة حددت خارطة طريق البرنامان بمجلسه واضح المصارح الوطنية قبل المصارح الذاتية حين عدنا 60 سنة من العمل البرناماني لا يعقل أن نعيش هذه الممارسات والتي تتزامنت مع بعض زراقات التي عرفتها مجموعة من الأحزاب في الأغربية الحكومية قدرة هذه الأحزاب استطاعت أن تنتص هذه المزلقات وأن تركز عن الحزب المؤسسة وهذا شيء إيجابي تخريط حياة العامة كمفهوم سياسي هو معقد وصعب ولا يمكن أن نحققه في ولاية لا أعتقد هو سيرورة في الزمان وفي المكان وفي الإنسان هو أولا هو من مسؤولية الدولة تخليق حياة السياسية الدولة مسؤولة يجب أن تكون عندها إرادة سياسية صاحب الجليلة كان واضحا الحمد لله في كل خطابات وإسماء تعبير على وجود هذه الإرادة السياسية وفي خطاب في افتتاح البرنامان وأيضا في هذه الرسالة الملكية وأيضا في مجموعة من الخطابات والخطاب الملكية الصابقة دائما تحدثت عن الإرادة السياسية الدولة أعطت الإرادة اليوم يجب أن تكون الإرادة السياسية عند الفاعل السياسي أيضا تكون إرادة السياسية عند المواطن عند الإعلام عند المجتمع المدني لأنها تخريط حياة السياسية أولا هي فكرة تتبق في واقع طيب اليوم نحن بصدد الحديث على مدوانة ستكون بين أيدينا في غضون أسابيع أو أشهر قليلة نعم نعم صحيح يعني هذا الانتقال من الخطاب ومن التوجيه الملكي ومن التفاعل إلى نص قانوني ملزم صحيح هذا هو ربما قيمة اللحظة هي في هذا الانتقال إلى وجود نص قانوني الملزم لماذا؟ لأننا كانت هناك مفاجأة على البرنامان لم يكن يكن تتضير بهذه الرسالة الملكية اللي حل صلات معهم هاد رسالة رائد الأحزاب السياسية ماشي هي أحزاب يعني متجانسة متجانسة كين أحزاب شوف نقوله الصراحة الأحزاب الوطنية هي أحزاب النيت واضحة هناك أحزاب تتغادل نحو لتكون حزب هناك أحزاب معروفة اليوم إذن هنا مكونات البرنامان كأحزاب صعب وكل واحد تشوف احترد ما دكتور بالقاد احتى داخل الحزب الواحد لا تشوفه لا تشوف انتجاه لا تشوف انتجاهات كين طيف داخل الحزب الواحد تماما لهذا هي أربع أشهر طويلة طويلة في إطار حكامة الزمنية ولكن هي واقعية على الشيء أن المكونات للنخب البرنامانية أولا عندنا إحصاءات ضعف النخب من ناحية القانونية المشكلة للبرنامان الأساتي الجمعيون تسحب القانون المحامون اللي كانوا تزينوا وتقووا وتحموا المؤسسة البرنامانية لخلق إما مقترح قانون ممارسة فعل تشريع لعدد تكون على مستوى الصياغة الشكل والمضمون اليوم هذه المشروع هذه المذكرة التي قرست إلى كانت تكون في النظام الداخلي ومشرت للمؤسسة الدستورية رهها 150 مادة لغاها ما تخذش بها لماذا إنها عدم دستورية دراية وهذه تعكس لوعية النخب التي هي الآن في البرنامات إذن كان واحد تعطر بناء على مارشف وما هو صل كان بعض تعطر على مستوى سيارة المضامين بالنظر إلى مدى كفاءة من يسهرون على سيارة هذه المضامين وبالتالي ريحتاجوا ربما الوقت أطول والمزيد من استشعار اختدخل الأغلبية الحكومية معنش نفس التصور المعارضة معنش نفس التصور المجموعة النيابية الأساسي اليوم هو نخلق مؤسسة تشريعية قوية تسير في نفس الطريق التي رسمها صاحب جلالة جميل على كل المستويات نمشيوا لمدينة فاس ربما الدكتورة خديجة والغازي تتوقع أننا نسيناها ولكن احنا ما نسيناها وخطى بيعت لموضوع والحماس اللي كان هنا في استوديو رباط أستاذة خديجة والغازي كيف تنظرين أنت أيضا إلى هذه اللحظة ما هي ملاحظاتك بخصوص يعني هذا الزمن الذي انقضى منذ طبعا هذه الرسالة الملكية شهر يناير من العام الجاري إلى حدود اليوم والقول بأنه لن تنتهي هذه الولاية ولم تمر هذه الدورة البرلمانية الربيعية إلا والمدونة مدونة الأخلاقيات ذات الطابع القانوني الملزم هي بين أيدينا نعم سيدتي الفضيلة شكرا لك السؤال لأن تأخر مقترح قانون حول الأخلاقيات العام البرلماني هو يعكس في جزء كبير منه الأزمة التي تعيش على الأحزاب أو المشهد الحزبي العام بالمغرب وهنا في الحقيقة يمكن نفهم لماذا من جهة أخرى يعني البرلماني تعامل بنوع من الحضر في صياغة هذا القانون هذا لأن الرسالة الملكية كانت واضحة جدا إذا جعل بأن تكون ضرورة استخراج مدونة للأخلاق من أجل تجويد السياسي بشكل عام في المغرب ولكن جلال أراد من خلال هذه المدونة هذه بناء ماذا بناء نموذج سياسي مغربي يحترم الخصوصية المغربية قطعا ولكن كذلك هو يستحضر مجموعة من القيم الكونية على رأسها تشبت بالديمقراطية التنطيلية بالتناوب على ممارسة السلطة إلى غير ذلك ولكن هذا الشيء كله لا يلغي في حقيقة الأمر أنه كانت هناك محاولات مختلفة من أجل التجويد أو تخليق المشهد الكثبي في المغرب بشكل عام نبدأ بالقانون التنظيم للأحزاب السياسية 29-11 الذي يعمل على حدد الأدوار الوظيفية للأحزاب السياسية مهامها غير ذلك كذلك قانون مهم للأحزاب السياسية اللي هو 36-04 ثم عدنا فصل دستوري مهم جدا اللي هو الفصل 61 الذي يعني عمل على ماذا على الحد من ظاهرة دائما ما كانت تقاريق المشهد السياسي والبرلماني بشكل نعم وهو ظاهرات الترحيل الحزبي إذن كما كانت ما داخل من أجل تخليق المشهد الحزبي ولكن الواقع الأمر تقول بأن كل هذه الإجراءات لم تكن كافية وهنا تنرجع كذلك النقطة مهمة فتنشوف الإطار المفاهيم الذي تناوله الأستاذ نعم من خلال انطلاقا من تجارب المقارنة شنو هي مدونة الأخلاق العمل البرلماني هو إقرار صارح بمدونة وهذه المدونة هي مدونة لمنظومة قيمية تحدد أنماط سلوكية يجب أن يتبنى الممثل النيابي من أجل تجويد العمل تجويد أداء العمل البرلماني بشكل العام على رأسها يأتي بمحاسبة ومشاركة كل البرلمانيين في أعمال البرلمان إلى جانب بناء مواطنة تخليق الحياة العامة إلى غير ذلك دكتورة خديجة والغازي وأنت تتحضرين يعني كل هذه النصوص القانونية التي قلت بأنها لم تغير في واقع الحال الشيء ذلك المنعطف الحاسم وتلك اللحظة الفاصلة بين زمنين كما ننشط ذلك جميعا أم أننا ربما يعني هذه الآمال التي نعلقها يجب أن نكون أكثر واقعية وأكثر إدراكا لصعوبة وتعقد المهمة شوف أستاذ دائما أولا تنتكلم على مطلب يأتي من رأس الدولة هذا مطلب جاء مباشرة من الممثل الأسماء للأمة وبالتالي فالممثل الأسماء للأمة قال بأن يجب أن تكون هناك مدونة الأخلاقيات بمعنى أنه فهمنا بأنه تم استنزاف وقت طويل جدا وقت طويل جدا أثر صيبا على المشهد الكيسبي بشكل عام صقف توقعات يجب أن يكون مرتفع لأن هذا هو الغاية هذا هو الأساس هذا هو الهدف ولكن كذلك أخصنا نكون تكلم أحزاب سياسية والأحزاب السياسية أنتجت نخاب داخل البرلمان وهذا البرلمان يعاني من أعطاب سياسية نتيجة تواجد هذه الأحزاب المشكلة لا يوجد في المؤسسة المشكلة على مستوى النخاب سأصل من هذه الفكرة وسأعود إليك المشكلة على مستوى النخاب ونعطي ربما ملمح ملامح المشكل ملمح واحد ولكنه ملمح فاضح يعني متابعات قضائية في حق عدد من نواب الأمة جاءت لتعزز موقف المطالبين بالتخليق عاجلا غير آجل اليوم احنا أمام مطلب استعجالي لأنه متى مست صورة البرلمان أو المنتخب بشكل عام فإن صورة المؤسسات متى مست وهتزت هذه الصورة فإن صورة المؤسسة برمتها هي على المحك بعض ومتابع في قضايا جنائية طبعا إلى مرتب طاب بالعديد من الشبهات هي التي تقول بأن الأمر لا يحتمل الانتظار والتأجيل وبأنه ليس لنا خيار آخر سوى أن نوفق فيه لهذا أختي إيمان افتحت تحت القول قبل قبل بأن الأحزاب السياسية هي الأساس الأول الذي يجب علينا أن نأخذ فيه بعيد الاعتبار لتخليق الحياة السياسية العزبية وعندما نتحدث عن أحزاب السياسية لا بد من أن نرسل مجموعة من الإشارات للمواطن تطمئنه على واقع العمل السياسي الحزبي لماذا قلت على أن أحزاب الآن تقترح على أن هذه التغيرات التي تعرفها المنظومة السياسية الحزبية هذه الاعتقالات هذه المتابعات شرائب الأموال الفساد وغيرها خيلة العمل السياسي أولا وكذلك تؤثر سلبا على منسوب المشاركة السياسية ثانيا وبالتالي فميثاق أخلاق سياسي حزبي أصبح ضرورة ملحة لأنه منادات بعض الزعامات الحزبية لماذا قلت قبل قليل المؤتمرات الحزبية لمجموعة من الأحزاب العارقة التي أكدت بمن الموس نزار بركة حدث عنها وقال على أن الأمر لا يحتمل التأجير وعلى أن الضرفية الحالية لا بد لنا أن نأخذها على محمل الجد وعلى أن ميثاق أخلاقي سياسي حزبي قد أصبح مضرورة ملحة ثانيا مسألة الصمعة أختي الكريمة هذه المسألة يجب أن نأخذها بعيدا الاعتبار لأننا يجب أن نكثل أو كذلك نواكب بجهوذاتنا كحزاب سياسية من أجل أن نستقصية سمعات المرشح سمعات المرشح وأخلاقه يجب أن تخذها على محمل جد على أساس إعطائه التزكية ومنحية التزكية وتجاوز محنة الحصول على التزكية وكذلك خلق بنية حزبية بين عملية بين هذه الحزاب السياسية من أجل مواكبة الأوراش الكبرى التي يفتتحها دائما وأبدا جلالة الملك وحمد السيد حفظه الله عندما جلالة الملك في كذلك خثاب العرش محاربة الفساد والمفسدين قد أصبحت مسألة أساسية وعلى أنه كذلك يواكب التأثر الذي تعرفه المنظومة السياسية وكذلك أنه ليس الأول والآخر الذي يعاتب السياسة وبالتالي فالحزاب السياسية الآن أصبحت تؤكد على أن منظومة التخليق الحياة السياسية ليس على أساس البنية الميكافيلية ولكن على أن علم السياسة يؤكد على أن إقران الأخلاق بالسياسة يمكن أن يتم على أساس مناء الجانب العملي مسألة أخرى أختي الكريمة لكي نحقق الأمل المنشود من هذه العملية وأننا نؤكد على أن نحتلها هيكل التي يجب أن يتم اعتمادها من أجل قيادة الأحزاب السياسية لا يمكن أن يتم تمكين الفاسدين من اعتلاء هذه المنصة هذه أصبحت قناعة وأكد عليها حزب الأصار المعاصرة أكد عليها حزب الاستقلال الآن يؤكد من الموز على أنه يريد أن يبني لجنة تنفيذية قائمة الدات تواكب بين جميع طموحات المرشحين وكذلك تبين من خلال المؤسسة الحزبية على أنها قادرة على بناء لحمتهم عنوانها أجرأت توجهات الملكية السامية لأن حتى مسألة تمكين التي جاءت في الرسالة الملكية السامية بمناسبة ذكرات الستين لبناء المنظومة الشريعية وكذلك تأسيس المؤسسة الشريعية قد أكد فيها جلالة حفظه الله على مسألة التمكين هذا التمكين فيه الشباب فيه النساء وهذا البنية أختي الكريمة لا يمكن أن نصل إليه إلا عبر بناء هذا الجسر وكذلك فتح نقاش التعجالي بين جميع الحساب السياسية الجادة التي لا يمكن أن تجد لها مفترقة طرق بين الأغلبية والمعارضة لأننا نتحدث بلغة واحدة أكدها جلالة الملك محمد السيد حفظه الله دولة الأمة دولة الأمة الآن تحتاج إلى بناء هذا المتاق قبل أن نصل إلى كذلك منظومة تخريق الحياة الشريعية لأن ممن تتكون المؤسسة الشريعية تتكون من من تتكون الحزاب السياسية وهذا الحزاب السياسية إذا ما بنت هذه الإرادة في بيذاتها الأولى على أساس هذا المتاق وعلى أساس إيجاد مجموعة من الآليات المواكبة من أجل تخريق الحياة السياسية وعلى تمكين النخب والكفاءات وهذا سيمكننا أختي الكريمة مرة أخرى إلى تجنب ذلك واللغة السياسية حول التكنقراط إذا ما أعطينا الفرصة لكفاءة حزبية تتشتغل خارج الحزاب السياسية سيمكننا الأمر من بناء هذه النقطة أخرى وضيفهم في تجارب أجنبية لا عمد سوى الدنمارك ولا السويد ولا بريطانيا رئيس الوزراء البريطاني كانت هناك إشكالات أدت إلى تقديمهم للاستقالة حفاظا على الهوية الحزبية وعلى الإيديولوجيا الحزبية هناك الآن مجموعة من المناظرين مجموعة من قادر الأحزاب الذين سلكوا نفس السلوك في تجميد عضويتهم وكذلك المطالبة بكذلك الفصل بين المرحلة التي هم فيها متابعون من أجل تمكين الحزب من تقديم مجموعة من الشروعات وكذلك بناء ذلك متوجوء الرصين الذي على أساسه يمكننا أن نقرن كما قال جلالة الملك محمد السيد حفظ الله بين الديمقراطيتين التشاركية والتمتيلية سأواصل مع دكتور ميلود بالقاضي أريد أن أفصل معكم أكثر في المعطى المتصل بأنها مدونة للأخلاقيات بطابع قانوني ملزم يعني كيف سيكون هناك إلزام للبرلمانيات والبرلمانيين بالانضباط لما ستأتي به هذه المدونة علما أن لنا تجارب يعني واش غد يكون مثلا عقوبات طابع مادي أو غد يكون ربما حرمان من حقوق سياسية معينة كيف سنفعيل هذا الطابع القانوني الملزم وبالتالي سنحقق هذه النقلة التي نرجوها نوعية نعم قبل الإجابة نشير أن تخليق الحياة العامة أو السياسية في الأنظمة الديمقراطية هي مسألة ثقافية أكثر مما هي قانونية ولكن دمع حضارات الثقافة نبدأ بشيئة القانون ونخلقه بما الأرضية الثقافة ما تقول القاعدة القانونية هي قاعدة مجردة شاملة اجتماعية ملزمة ومرتبطة بالجزاء والعقاد جميل من ناحية القانونية هذا قانون سيرتزم بالوظيفة دي القاعدة القانونية لما كان القانون لا تخلق للعقوبة وللجزاء 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 يعني معادلة بوكنين لكن أنا أعتقد أن المسألة معقدة ليس مسألة قانونية هي مسألة شنو الإضافة اللي يقدر يجيب لنا القانون وقدر تكون مهمة وصدقان يعني أنا أتفق معك دكتور بالقاضي بأنها ليست قانونية صرفة يعني نجوز القانون لأمور أخرى شنو يقدر يعطينا القانون الأقل كإضافة على مستوى الدول أولا لماذا تكون أولا القاعدة القانونية أو المدونة الشكلة تعتقدها القوى الصياق الوطني والإقليم والدولي اليوم المغرب عدنا تحديات عدنا رهانات نحن في محيط إقليمي فيه كثير من نزاعات كثير من ضبابية في النظام الدولي مرترب المغرب يخصي تحصن بمؤسسات قوية قوية ديمقراطية العمود فقري ديلها هو العنصر البشري حينما تكون المغرب حكومة قوية بوزراء مؤهلين أخلاقيا وسياسيا وديبلوماسيا وتواصليا وقانونا ما نخافوش حينما يتوفر المغرب على مؤسسة شرعية أو حتى على مستوى تشريع نخلق ماذا قوانين جيدة جيدة وتكون استراتيجية وتخدم لأنه شنه هدف من تخلق حياة نحن نقل الحياة السياسية كهدف الله هي وسيلة جميل لتحقيق التنمية جميل جدا وإعادة تقل المواطن المواطن المغربي اليوم ما بقاش مواطن مغربي مغلق أصبح مواطن منفتح على العالم دولي لا يؤمن إلا بقيام الكونية وعنده سقف انتظارات من العمل السياسي كبيرة جدا كبيرة جدا لهذا المشرع يجب أن يضع أن المغرب اليوم تحت مجهر وطني إقليمي ودولي صارم جدا الرسالة الرسالة الملكية حينما نقرأها بحض العمق نجد أول أو الثاني الفقرة هي مصلحة الوطن وهذا ما يعني أن كثير من الأحزاب تيفضلوا تيفضلوا العمل الحكومي أو العمل الحزبي أو تدبير الشأن العام لا هي سراءات وخلافات على التموقع شخصية وحزبية يعني الزمرة المشي الوطن النقطة الثانية ربط كما قال أستاذ السيلوردين ربط الديمقراطية واحد معادة تمتيلية بالتشارك بالديمقراطية التشاركية بمعنى اليوم لغي يجي لكن الآن في البرنامان نائب ناجح بألفين صوت من دائرة فيها مئة آلف نسمة على أي تمتيلية لا ما هي تمتيلية أي تمتيلية نتحدث كيف نعتبه نائبا مؤخرا مثلا مؤخرا من نواب الأمه البرنامان يفوز مثلا يفوز بعشر رفصوت وتقول فاز بمقعد ولكن تنسى ما هو النسبة التي فاز به هذا البرنامان بالمسموع دائرة الانتخابية إذن هنا هذا كان المشكل الآن أنا أرجع لك في القادية ديال النخاب البرنامانية النخاب ماشي الأحزاب معاو التانيين فرقوا بين المؤسسات وبين الممارسة البرنامان كمؤسسة دستوريا داروية وخصا نحتارم وهو في كين خلل في العمل البرناماني صحيح الأحزاب السياسية ما بخصوهاش ما نضربوهاش رح حاش شي لوصنا ليه رح ما جاش من السماع جاب الفضل نضربوهاش ديال العمل سياس الحزبي ولكن في كين العطب كين في الممارسة الحزبية لبخاتي كالبارتزان خاصة نخلطو بناتهم اليوم هاد هاد تخلق حياة العامة رح ما فيها فيها الدولة فيها الأحزاب فيها المواطن فيها الإعلام وفيها المجتمع المدني وش كل يقوي أكتر المواطن إن شكوتي يوصل هادك البرناماني إلى إلى قبة البرنامان مواطن إذا الآن هنا اليوم خصنا ناقشه وأعتقد أن قادة بحل نحضرت الحزب الاستقلال وبكل موضوعي أنا ما تديرش لا دعاية وأنا ما غير متحزين ماشي لا شي واحد ماشي لا لا أنا يعني كملاحظة موضوعية كملاحظة موضوعية أن تخلق حياة العامة ومحاربة الفاسدين وحيدهم من هيك الحزب كانت حاضرة بقوة أنا أعجب من الحال بالنسبة للبار هاد وريخ الله لأول مرة هاد الأحزاب ما استطعوش باش من بعد انتخاب القيادة انتخبرها ياكل لماذا؟ ومازال كين مقاومات داخل الأحزاب السياسية فهذه النقطة سأشرك ضيفاتي في فاس الدكتورة خديجة والغازي عطفان على ما تقدم به الدكتور ميلود بالقاضي إلى إي حد هذه المدوانة وهذه الأجواء التي تتحدث على ضرورة واستعجالية تخليق الحياة السياسية هي ستحرر الأحزاب السياسية من ضغوطات تعيشها ربما مع اقتراب كل موعد انتخابي كيبدأ كيبدأوا الضغوطات ديال الأشخاص طبعا اللي كيتحركوا بالأموال واللي عندهم واحد الفهم واحد تصور معين للسياسة بمعنى أن هذه المدوانة ستؤثر على مصارات هذه الأحزاب السياسية السياسية وستعيد هذه الأحزاب النظر مجبرة في العديد من مرشحها التقليدين خلال المواعيد المقبلة هي مضطرة لأن تبعيد من تحهم حولهم أي شبهات قد تتحول لاحقا إلى قضايا بمعنى أن هذه الأحزاب راح تهي تستفيد من هذه المدوانة وستتحرر جيتي عندي بغيتي الترشح مرحبا ولكن راح هنا مدوانة فيها شروط أنت لا تستجيب لهذه الشروط وبالتالي ستكون واحدة الدينامية إيجابية وإيجابية جدا داخل هذه الأحزاب السياسية التي لا نبخصها طبعا قدرها ولا مجهوداتها ولا إسهامها في البناء الديمقراطي في بلدنا نعم أستاذ إيمان قبل أن تكلموا على أن هذا المدوانة الأخلاقيات يكون مدخل أساسي من أجل أن الأحزاب السياسية على برد على التلقيح تكون سيلكتيف انتقائية تكون سيلكتيف انتقائية النخبة التي تلج إليها إلى غير ذلك ولكن هي في الحقيقة مدخل صريح باش نكون واضحين مدخل أساسي من أجل أن هذه الأحزاب السياسية تعمل على ماذا على إعادة النظر في بيتها الداخلي ممكن نترب إلى الأحزاب السياسية في جزء كبير منها عادة كبيرة جدا من الإكرارات أو وضعية ونحن نطلق من نقطة مهمة تشكيات البنيوية الكل يعلمها باش عطفا على ما تمتلك سابقا فاش نقول بأن هذه الأحزاب ستكون انتقائية على مستوى تزكية الترشيحات ولكن هي كذلك ستتمد جسور الثيقة بين المواطن والسادة الإيمان العلاقة بين الحزب والهيئة الناخبة أو الكتلة الناخبة رأيها لا تمتد ما بعد زمن الانتقابي رأيها علاقة غير ممتدة علاقة شو ممكن نقول بها أنها موسمية وظرفية بمتنى أن الأحزاب السياسية تتنفتح بشكل مناسبات أوكازيوني ولا موسمية وظرفية على هذا الأحزاب السياسية تنفتح بشكل أكبر على هذا الناخبة يعني ندقر بالاستقاقات الانتخابية بمثال واضح جدا جابت مجموعة من دراسات مؤخرة جابها المجلس على الحسابات قال بأن حتى عدد المنخارطين داخل الأحزاب السياسية ضعيف ومضطارب عند الاقتراب من استقاقات الانتخابية عدد المنخارطين تيرتفع وعند انتهاء الانتخابات ينفط الجمع الفضاء هنا فيها إشارة واضحة أستاذ إيمان أن هناك شرخ مجتمعي كبير بين المجتمع وبين الأحزاب السياسية وهذه تسئ إلى الأحزاب السياسية بشكل نعم لأن وظيفتها الأساسية نعم طموح السياسي الكل يحترمه كل أحزاب السياسية كيفما كانت الهدف جلها أو رغبتها هي الوصول إلى السلطة وموارسة الحقوم هذا هدف لا يختلف عليه اثنين ولكن كذلك بين الوظائف الأدوار الأساسية السياسية هو طير المواطن وبناء المواطن والمواطن المغربي ره مثقف سياسيا يمكن زد كذلك هنا تنصدر مثال آخر وهو أن هذا المشكلة أن هناك الشرخ بين الحز وبين المجتمع أو النخبة كبير جدا ظهرت في مجموعة من الاستحقاقة الانتخابية عن طريق العزوف الانتخابي وليس العزوف السياسي العزوف الانتخابي شاهدنا كيف أن لا يقبل كبير جدا المشاركة في العملية السياسية هذا لا يعني أن المواطن المغربي عازف سياسيا لأن المواطن المغربي يهتم بالشأن العام لأن هو لصق بحياته اليومية إذن هذه كلها مداخ الأساسية هذه المدوانة ستكون مدخل في الحقيقة من أجل أن الأحزاب السياسية تعمل على تجديد بيتها الداخلية على تجديد النخاب الانتقائية التي تكلمت إليها أسداء إيمان تزكية الترشيحات بمعنى أنها تختار أو تفرخ النخاب السياسية قادرة على بناء التواصل مع الناخبة قادرة على تجديد خطابها السياسي قادرة على أنها العالمي العزبي العالمي بشكل نعم وليس المغرب فقط هي مناسبة مدخل أساسي من أجل أن أحزاب السياسية نتمنى كذلك طبعا نحن سبب نزول هذا الموضوع أو لبرمجة هذا التيمة كانوا جوج الأسباب يعني عطفا على انطلاق الضورة البرلمانية الربيعية وأيضا توالي مؤتمرات أحزاب السياسية وهذا هو سؤال الموالي أستاذ الوردي كانوا عندنا جوج المؤتمرات لحزبين يعني بجوج في الأغلبية الحكومية وجابونا نتائج مهمة في اللحظة الانتخابية الماضية الثاني والثالث توالي أكيد أنك تابعت الأجواء دي المؤتمرين الأصلة والمعاصرة والاستقلال كنت تذكره الأصلة والمعاصرة في المؤتمر الخامس بدعت لنا أو تم التوافق على تركيبات ولاتية للتسير يعني هذا الشيء أيضا مرتبط بتدبير إكراهات ورهانات هذه اللحظة أيضا النقاش الذي سابق طبعا المؤتمر الثامن عشر دي الحزب بالاستقلال وصولا للأجواء التي مرت فيها المؤتمر وما رشح منها جيل انتخاب الجنة التنفيذية هل لاحت تباشير هذه الدينامية الجديدة التي نأمل أنها انطلقت في صياق الحديث عن تخلاق المؤسسة وتخليق الحياة السياسية نتحدث أختي الأخت إيمان وأنا أعتبر أختا دائما برك الله وفيك متبادل تفضل المسألة الأساسية نتكلم بلغة المعادلة الرياضية حزبين الأغلبية والأغلبية كل يعلم على أن تلوت الأغلبية يملكوا أغلبية المريحة جدا المجلسي البرلمان وعلى مستوى الجماعة الترابية وحزبين الآن ممتلين بأمينين عامين هذه مسألة أساسية يجب أن نأخذها بالاعتبار مسألة الثانية هو التنظيم للمؤتمرين متقاربين في نفس السنة سنة 2024 التي عرفت تنظيم مؤتمر حزب الأسان المعاثرة وما أدرك مع إشكالات العارضة التي تلت بطبيعة الحال اعتقال مجموعة ميناء البرلماني هذا ليس بوصمة عار لأن الحزب ليس مسؤولا عن برلماني ومسؤول ولكن مسؤول عن الاختيارات سنة إلى الازكية والاختيارات لأن النقاط أثيرت من لدني المؤتمرين المؤتمرات على مستوى هذين الحزبين وكذلك تم تطعيم قوانينه الأساسية في إطار تنميطها على أساسي بطبيعة الحال أوفق تنزيلها على أرض الواقع وخاصة في إطار نقطتين أساسية النقطة الأولى مرتبطة بمسألة التقليق نرى على أن لا حزب الأساسية المؤسرة وخاصة الآن حزب الاستقلال في ظل لجنة قوانينه التي صادقت على نقطة فريدة عنوانها إحداث لجنة الأخلاقية السلوكية هذه مهمة هذه اللجنة ستعطي قيمة المضافة في مواكبة وتطير المناظر وحتى المرشع وكذلك النخب السياسي هذه نقطة أولى وكذلك تطعيم القانون الأساسي للحزبين مجموعة من المبادئ الأساسية النظمة لسلوك المناظر للحزبي وكذلك للناخب الحزبي الذي أطرته قبل قليل بمسألة السلوك السلوك وكذلك التصرفات التي يمكن على أساس أنه قيمة أهلية هذا المرشح لماذا قلت قبل قليل الأحزاب هي المسؤولة لأن في أول وآخر مطاف هي الأحزاب التي تسأل عن تزكية الناخب وأعرش على هذه النقطة ثانيا مسألة تزكية مهمة بما كان أن تحدث على إعلان الأمين العام الآن لحزب الاستقلال كما قلتها غير ممر على ضرورة إعلان علم إثاق أخلاقي سياسي فيها إشارة وعدة على رغبة الحزبين الأغلبين وكذلك حزب التجمع الوطني الأحرى الذي أكد كذلك غير ممر على هذا التوجه على أن الأمر وقع الحال أصبح يجب أن ينطرق من الأحزاب ثم لكي يتكرس معه الأمر من داخلي بطبيعة الحال الغرفة الشرعية مسألة تزكية مسألة خطيرة جدا ويجب أن تؤثر في إطار بين حزبي لا يمكن أن أعتقل أو نعقل على أن حزبا لا يمنحوا تزكية وإن ذا إلى حزب آخر يمنحوا تزكية للشخص هذه علاقة جدلية يجب أن تؤثر في إطار النقاش لبين حزبي ولا يمكن أن نعقل على أن الفاسد الانتخابي والكيان الكائن الانتخابي الفاسد يمكن أن يصلح على حزبين ولا يصلح على حزب آخر فهو فاسد من أول وآخر المطار مسألة المتابعات القضائية والتي تحرك والنائب البرلماني أو غيره من ممثلي الأمة على مستوى شريعي أو المستوى مجلس المستشارين أو حتى على مستوى الجماعات الترابية هذا اللجان عندما تأسست تؤكد بالملموس على أن هناك رغبة جامحة من لدني الأحزاب السياسية التي تكرس من ضاما جديدا عطى انطلاقته وجلالة الملك محمد السيد الحافظة والذي ما فاتي أي ذكر على أنكم مسؤولون عن من تختاره وكذلك الأحزاب السياسية مسؤولة عن من تختار لسلسونس كونتروفيرسي وبالتالي عندما نؤكد على أن هذه الجاهزية موجودة وهذا التأخر هو تأخر محمود لا في المكتب السياسي للأصالة والمعاصرة الذي سيعقد أشغال اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال هي ستكرس من ضاما جديدا سيقطع كذلك مع الأشخاص الذين لهم إشكالات عريضة أو لهم قضايا مرفوعة على مستوى القضاء اعتبارا لأن السلطة القضاء دائما تبقى مستقلة عن سلطتين تشريعية وتنفيذية ولكن حفظا لذاكيرة الأحزاب وحفظا كذلك لهوية الوطن وحفظا كذلك لاختيارات المواطن فنقارب بين الجانب الأخلاقي في إطار هذه المدونة وكذلك نكرس لمنظام الدزكية كأساس وبارومتر لقياس أهلية وعدم أهلية هذا المرشح لكي يغضو منتخبا وممتل الأمة كذلك نستحضر الهوية الوطنية التي كرس جالة الملك ذكرها الأستاذ والزميل العزيز سيبل القاضي قبل قريعنا أن نفتتاح هي الرسالة الملكية قد جاءت بأن الوطن أولا قلنا دائما الوطن دائما لأن نستحضر الوطن والمواطنة فذلك فيه إشارة واضحة على تغليب المصلحة الوطنية وعلى تجاوز السجال حتى السجال أكد علي جالة الملك محمد السيد حفظه الله غير ممرة بالتالي أعتقد على أن المرحلة هي مرحلة استراتيجية والاعتبارات نقطة أخرى الاعتبارات البنيوية التي تنخرط فيها المملكة المغربية لا ترتضي منها هدرا للزمن السياسي الذي اعتبروا في إطار تنموي بالدرجة الأولى والذي هو المكرس الحقيقي للسياسات العمومية التي تواكب هذا الأوراش الملكية الكبرى نعم طيب سأواصل معك يعني معني جوابك على السؤال السابق اعتبرتم بأن هناك تباشير يعني عطفان على الأجواء التي نعقد فيها وكيف ادبر الإشكال المرتبط بعضاء الجناء تنفيذي حزب الاستقلال نفس الرأي ذهب إليه الدكتور العباس الوردي اليوم عندما نقول بأنه مدخل تخليق الحياة العامة يمر قصرا عبر هذه المدونة التي نأمل أن تخلق لنا الحياة البرلمانية وأن تنعكس إيجابا على الأحزاب السياسية على مستوى ديم وقراطيتها الداخلية وأيضا الممارسات المرتبطة باللحظات الانتخابية بأي منطق دكتور ملود بالقاضي ضروري أن ننجح هذه اللحظة إذا أردنا فعلا أن نكون في مستوى رهان التخليق اللي عنده آثار اعتبرتي بأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بفعل التنمية ليس ضرورة يعني الطبيعي هو أن يكون المغرب دولة ديمقراطية والبرلمان ديمقراطي وما يكون عندنا أزمة تخليق المشكل هو أننا ما زل سننقش أزمة لأن المغرب هو دولة أمة الخطى الملكي واضح نحن ما شو لدي اليوم باش نشوف هات السلوكات الشدة في الضغط 60 سنة ولكن طولات معنا هات السلوكات شدة دوخدات أشكال وخرى مبتقرة 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 أحيانا ندير هذا التحليل التاكتيكي هذا المغرب ربح دولة ما شعرف عمر تستغل المغرب 60 سنة ورد فرنسا باش منو الديمقراطية توسيك تغطى القرون القانون تيضبط ولا يغير ولا يغير خاصة نكون واضح طيب شنه الشروط والمجيبات ديال تغير أول حاجة أول حاجة أول حاجة أول حاجة أسمع لي هو الإعلام قبل أحزاب لماذا تكررت أكثر لماذا اليوم الإعلام هو التي يصنع الراية العام والتي يوجه الآن الوسائل الإعلام التواصل الاجتماعي هي المؤثرة نكونوا واقعين هي الموجهة حتى الإعلام التقليدي تجوز غاليوم تتكلموا على المنصات الاجتماعية لا وكان أيضا كان الآن الإعلام أي مشروع في العالم 75% التي نجح أو تسقطه هو الإعلام مواكب الإعلام للإعلام طريقة حتى الآن الدراسات الأمريكية تؤكد ذلك إذا الإعلام يواكب هاد تخليق حيث لأما لاش إحنا يفربات النخاب عارفين المواطن اللي هذي كل ما 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 فاهم شي قاعد علش ندهو إذا الإعلام يجيبو أن يخرج من إعلام البيوز إلى إعلام ماذا البناء والشراكة والوطنية والمواطنة قص يدخل يصعب اليوم لن يخرج من الملعب الساسة والأحزاب السياسية سلطة سطر رابعة لا سلطة سولة سطر رابعة سطر رابعة المشكيل أيضا اللي قبل أن تخرج مدورة انتخابات أو أستاذ راح والتن تنساو مدورة الانتخابات أعطيني يعطيني القانون نعطيك الخريطة الحزبية واش بغا الدريا مدونة الانتخابات ودريا دائرة انتخابية لإقليم محطن من آسبي واش عطي إقليم آسبي من شد من حمر دكالة شيار يعني أنا مثلا أستاذ بين ترشح ورخصني نبيع نبيع كل شي صحيب واحد عنده الفلوس تقطع تقطع الانتخاب هذه الشيئة المشكل المدورة الانتخابات تعاد فيها النظر هذه أنا نبدأ إحنا الدولة بدأت ثانيا نديرو قوانين استراتيجية ما نديرو شو أحد القوانين باش تربح إيمان ولا يربح لا باش ندبرو نحضا من محاضات عندنا في الحضر الزماني في كل انتخابات تنضيع بزاة الفلوس في الوقت والهضر الزماني في تعديل مدوانين نخدمون بواحد 30 عام 60 عام هذا دولة ديمقراطية هذا الشيء وكل مرجع ديال هو مصلحة الوطن عفا كالمفهومين في القانون كالأهلية وكالسلوك نتكلم عن السلوكيات هذا بعد تقافي أما الأهلية فهي بعضون قانوني أنا مثلا أنا فاسد ولكن غانجي بليك الأهلية ما عندك ش حق ما تعطيني إمكانية ما عمشو لك انت باش تحكم لي أنا معك في الدين هنا خصنا تقافة تنشئ التقافية جميل ياك غانمشو إذا الكين أهلية وكين السلوكيات تتكلمو عن السلوكيات وليس عن الأهلية ثانيا أنا كما قال لأسرك أنا غانجي عندك أستاذ وعطي التزكية أضغي الله كين أعرف حزب يقدر يعطي التزكية إذن نحن ماشي القانون محتاجين إلى تقافة سياسية لا ولا يكون متاق شرف الأحزاب السياسية توقع دين متاق شرف تتكلم على البين حزبي اللي بدين وتتكلم على البين حزبي لا كل شي لا أطرنا النقاس سحلية 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 متاق أخلاقي بين حزبي أعطيني جملة باش نشيو عندها تختملينا متاق أخلاقي سياسي بين حزبي أعطيني أبما ترسية أولا توجيه متاق شرف بالأحزاب السياسية سياسية توقع ولكن يكون صارم جدا ولكن خص الدولة تصهر أنه يكون تقيد به التقيد به أكيد أكيد رأشوف لأخل الأحزاب وحدها طب يا دي الخلص لخديجا لنا هذا النقاش ونعم ونعم مسك الختام طبعا تفاعلا يعني لا الدكتور الوردي ولا الدكتور بالقاضي مشوا أبعد من هذا اللحظة التي تنتكل المعليها ومن إقرار مدوانة دي الأخلاقيات واعتبروا بأنك أعطاب أخرى لف مدوانات الانتخابات ولا أيضا على مستوى الديمقراطية الداخلية للأحزاب السياسية وكذلك علاقتها ببعضها البعض إلى أي حد هي مؤطرة بحد إذنم الأخلاقيات أعطينا المزيد من التفاعل دكتورة أولغاز إذن شكرا أستاذ إيمان نعم يمكن عطفا حتى على ما أشرع إليه الأساتيدي لابغينا تكون عندنا أحزاب سياسية في النموذة الذي يريد أن يستشرفه جلالة المالك لأنه قال ويريد بناء نموذة سياسي مغربي على الغبش البنية ونموذة سياسي مغربي يكون عندهم جموعة مهمة من المرتكزات أولا أولا وهذه شيء يعني أشار إليه جل المواطن لاحظة وحتى على مستوى وسائل التواصل الشميع وما يسمى بجديد إيماء الأحزاب السياسية أصبحها مشكلة يؤرق الجامعة أصبحت أعداد شيخوخة القيادة الحزبية أو ما يسمى بخلود الزعامة وهذا في حكي ذاتي أن هناك مشكل على مستوى أحزاب السياسية لأتي أصبحت عاجز يعني مسألة التراف وعلى حقوق المواطن إلا غير ذلك إذا نحتاج صراحة تكون ديمقراطية على مستوى الأحزاب السياسية ولكن الأحزاب السياسية يمكن أن تسعاني من هذا الشيء فخر تسعاني على مستوى ماليتها شفافية المالية إلا غير ذلك يمكن أن أكد بأن الأحزاب السياسية لا يمكن أن نلغي دورها كمؤسسة للتنشيئة كأن المدرسة وكأن الأحزاب السياسية وكأن وسائل الإعلام ولكن كم من هذه مؤسسة تنشيئة إذا لم تكن تواكت بالتطلعات الحقيقية في المواطن سيقلب على بداء الوصف أخرى متنفس آخر وللقناف في وسائل التواصل الاجتماعي نعم مجموعة العلمات الاجتماعي بالديمقراطية سائلة على ديمقراطي في الوصف لماذا؟ لأنهم لم تستطع الدولة أن تستوعب وأن تقطر مواطنها ومواطناتها ينجي بالاهتمام بهذه المؤسسات الوساطة لأن فش تكون عندي مؤسسة الوساطة تقوم بأدوارها الفعلية راح تكون فيها حتى يضع بكل متلاف المجتمع مثلا مشيوش أنا ننفرغ الفكرة واضحة يعني الضغطات دينا في وسائل أو المطالب دينا أو التفاعلات دينا اليومية مع قضايانا ومع الأحداث ومع الوقائع في المواقع وماشي على أرض الواقع ضمن أحزاب سياسية أو تنظيمات النقابية وأيضا المجتمع المدني شكرا جزيلا لك دكتورة خديجة والغازي أستاذة القانون العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس أشكر ضيفي الدكتور العباس الوردي أستاذ القانون بجامعة والقانون العام بجامعة محمد الخامس بغباط وشكري موصول دكتور ميلود بالقاضي الذي كان حماسيا ويعني متفاعلا ومنفاعلا بما يجري ويدور أنتم رئيس شكرا لك على سعاد صدريك على مرصد المغربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية مرحبا مرحبا أسعد دوما بإدارة الحوار الله عليك شكرا لكم أيضا مشاهدين الكرام على طيب المتابعة وعلى الوفاء لميجي أن تيفي إلى اللقاء اشتركوا في القناة